أعلنت العديد من الدول الأوروبية انخفاض تدفقات الغاز الروسي يوم الخميس إليها في الوقت الذي ارتفع الطلب بسبب موجات الصقيع التي تضرب أوروبا فإمدادات كل من النمسا وأسلوفاكيا تراجعت بحدود الثلاثين في المائة فيما إمدادات بولندا سجلت انخفاضا بنسبة سبعة في المائة وأشارت الفواضية الأوروبية يوم الجمعة بأن بولغاريا واليونان والمجر ورومانيا أيضا تأثرت بتراجع كميات الغاز التي تزود بها روسيا هذه البلدان وتشير بعض المؤشرات بأن الأمور قد تزداد سوءا في الأيام المقبلة فيما أشارت شركة جاسبروم أنها ما زالت ملتزمة بالعقود